أحمد التنطاوي نائب شاب موجود داخل برلمان عبدالفتاح السيسي ليه بنقول برلمان عبدالفتاح السيسي؟ لأنه لا يخفى على أحد أن هذا البرلمان تم اختيار الأعضاء فيه داخل أقبية المخابرات العامة والمخابرات الحربية ده مش كلام ده اللي أكدته صحف ومصادر مصرية وصحف ومصادر دولية إذن بشكل أو بآخر فأحمد التنطاوي راضي بهذا النظام ومتصالح معاه ما عندوش مشاكل ويعارض من الداخل ودي مش سبة ولا حاجة في حق أحمد التنطاوي ولكن السؤال هل المبادرات السياسية من أيا من كان قادرة على تحريك وتغيير المشهد في الشارع المصري؟ هل مبادرة أحمد التنطاوي النائب في برلمان عبدالفتاح السيسي المشهور ببرلمان شادر السمج أو ببرلمان علي عبدالعال موافقة موافقة وهل هذا البرلمان اللي تنازل عن حق مصر في تيران وصنفير مش بتكلم عن أحمد بتكلم عن البرلمان ده يليق به أو يستطيع أنه يطلع مبادرة توزيح عبدالفتاح السيسي من سدة الحكم؟ طيب أنا بس عايز أعمل مقارنة يمكن تكون مش في مكانها ولكن تصح هل أي من المبادرات استطاعت أن تزيح بشار الأسد عن الحكم في سوريا بعد موت أكتر من مليون سوري وتشريط أكتر من 12 مليون سوري بعد ما كانت 90% من الأراضي السورية مسيطرة عليها من قوة غير قوة الجيش السوري التابع لبشار الأسد لا ما حصلش ما حصلش وفضغ الراجل حد دلوقتي موجود على سدة الحكم جاب الروس وجاب الإيرانيين وجاب 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 ولم يترك الحكم طيب عبدالفتاح السيسي عنده رأي واضح قال أي حد هيقرب هنا على الكرسي ده حشيله من على وش الأرض شيء هو ما كانش قصده يحمي مصر هو كان قصده يحمي نفسه وهو بيتملبس ومتخيل أنه هو يعني مصر ومصر يعني هو أموما مبادرة أحمد طنطاوي تعالوا نشوف مع بعض أهم بنود مبادرة النائب أحمد طنطاوي دون تشكيك ودون مهاجمة لشخص أحمد طنطاوي ولكن بنظرة موضوعية وعقلنية هل يا جماعة المبادرات قادرة على تغيير المشهد السياسي في مصر ولا احنا محتاجين صور